ومن أول الجائحة وإحنا بنقول أنه الأطفال أقل عرضة للعدوى أقل مضاعفات أقل وفيات الحمد لله وده كلامنا موجود إلى الآن لكن هي الفكرة أنه نحن دلوقتي السنة دي الموضوع مختلف شوية أنه نحن في الموجة الرابعة وحصل أنه يبقى فيه عدوى أعداد كبيرة شوية من الأطفال في بلاد أخرى يعني فبالتالي إحنا لازم ننأمن نفسنا بالشكل الإجرائي والسلوكي لأن إحنا عندنا الفكرة كلها أنه الحمد لله اللي بيحصل له مضاعفات بيحصل له عدوى من الكورونا في الأطفال بتبقى أعراضه زي أعراض البرد فعشان كده عايزين نقول أنه لازم الأمور كلها يعني تمشي سيمفونية من الإجراءات في البيت معنا لازم في البيت أبقى أنا مثال وقدوى جيد للطفل وفي نفس الوقت في المدرسة المدرسين يبقى قدوى لو إحنا مشينا بالشكل ده هتلاقي أنه حدوث العدوى زي عدوى البرد بسيطة والأعداد تبقى أقل هل نودي ولا ما نوديش؟ لا نودي بس فيه كزا نقطة لازم نخلي بالنا منه أول حاجة وهو ودي خطأ بنقابله إحنا وبنسمعه وبشكوى من الأمهات أنه فكرة أنه الطفل ده أنا دائما بقولها إيه لو بيفكر يجيله برد هم يجيله وبيفكر يجيله برد لازم يوعد في البيت واللي بقى وتبدي يعني عشرة أيام مش حاجة اسمها يومين ثلاثة غد ما تتحسن أعراض طب الناس اللي هي تستسل الأمر أو تقول الدنيا مش واضحة لإسلام هتضر نفسها هتضر طفلها لأن هي لو راح المدرسة إذن عرضة أنه يحصل مضعفات لأنه يحصل ممكن في حاجة اسمها فيروس أوفرلود أو الحمل الفيروسي يعني الحمل الفيروسي يعني أنا خدت لقت الدور وعندي رحت تاني خدت عدوى تاني فأنا بالتالي بزود الحمل فممكن تبع المضعفات أقرب لما اتنين حرام علي أنا هدخل أنا عندي عدوى فأنا بالتالي هاعد كل المحيطين بي فبالتالي أنا بضر نفسي وبضر اللي حاولي وأنا عندي طبعا في بعض المدرس فيها كتفات بالضبط يعني محدش حمل العدوى بصرح خالص فإحنا يبقى نمرة واحد إن الطفل لو بيفكر يجيله برد لازم مك نمرة اتنين تطعيم الأنفلونز ده مهم جدا ليه؟ اللي هو التطعيم السنوي ده التطعيم آه اللي هو بناخده كل سنة تطعيم الفنزة من سن ست شهور لتلاث سنين بيتاخد نص جرعة وبعد شهر بيتكرر بعد كده لو بعد تلاث سنين بياخد جرعة وبعد شهر جرعة لو أول سنة ياخده بعد تمن سنوات بياخد جرعة واحدة بس ليه؟ طب الأطفال اللي ما أخدتش التطعيم ده قبل كده تاخده لازم هل ليه مضعفات يا دكتور؟ أو ليه تكسيرات؟ لا مالوش مضعفات وهو حمايته لا تتعدى ستين سبعة وستين لتسبعين في المية لكن إيه الفكرة في إيه؟ طب أنا هديه ليه؟ أو إيه علاقته بالكورونا؟ عشان بس السؤال ده كتير جداً بتسهيل أنا هدي الأنفلوانزة عشان ما يجيليش كورونا مين لقل كده؟ لا فهنا بنعمل حاجة اسمها استبعاد أو الاكسيكلوجين يعني إيه؟ أنا دلوقتي عندي مئة طفل جالهم أعراض بيرت وكل المية دولة واخدين تطعيم الأنفلوانزة يبقى ده خلاص أنا كده بالاستبعاد قلت إن دولة كورونا خلاص